الشبهة الأولى يقول يقال أو يثار سؤال ماذا استفادت الأمة من هذا الغياب من غياب المهدي ما استفادنا استفادت الأمة من غياب المهدي استفادة عندما يستفيد الإنسان اهداء يا عزي اهداء لو سمحت خلني أجاوب قلقل هذا الكذير ما يعجبناش والله بقى نبطل الاتصال هذا والإجابات رد إجابة صحيحة يقنع المهدي خلني أجاوب ماذا استفادت الأمة من غيابه استفادت الأمة من غياب المهدي انها استفادت من استفاد قال لحظة انه شوف رابح سكر ايش استفادت انت من هذا السؤال ايش استفدنا جميعا من هذا ايش استفدتنا احرجتنا على ايش استفادت الأمة هذا السؤال لا ينفع سؤال يعني ليس لديك إجابة على هذا السؤال هذا ليس سؤال التساؤل الثاني يقال ويسأل البعض ما هي الوظيفة التي كلف بها هذا الرجل أو ما تسموه الرجل المقدس أو هذا المهدي المنتظر في الغيبة هذه في عصر الغيبة ما هي وظيفة الإمام المهدي في عصر الغيبة وهي وظيفة معروفة أن وظيفة الإمام المهدي في عصر الغيبة وهي أنه في عصر الغيبة إذا وظيفة وظيفة إيش الوظائف معدومة الآن اليمنين ستة شهر أو 12 شهر بدون مرة للتبعات كيف وظيفة هذا لا أتحسبه شخص آخر موظف في وزارة شنو هذا الخبر اشتركوا في القناة